رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني الحكومة التركية بأن تتحمل مسؤولية حسابتها الخاطئة ولا تحمل الآخرين ثمن أخطائها متهما حكومة أردوغان بقيادة تركيا إلى معادات سوريا وردا على الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية التركي مؤخرا لإيران وحزب الله لتدخل في الشأن السوري قال لارجاني إن هذه الاتهامات خاوية وأنه بعد هذا الكم الهائل من الأضرار والخسائر بات العالم على قناعة تامة بأنه لا بد من تصحيح المسار والامتناع عن توجيه أصابع الاتهام للآخرين مضيفا أن بلاده أكدت مرارا وتكرارا بأن الحوار والحل السياسي هو السبيل الأمثل لحل الأزمة في سوريا